اللهم صلي على سيدنا محمد صلنا يا احبابنا الاكارم عند هذا السؤال جد فترات التزايد وفترات التناقص والقيم القصوى المحلية كتير هيك فترات التزايد. طرات التناقص القيم القصوى المحلية ان وجدت لكل اقتران مما يأتي. طيب. طب ما هي القوى القيم القصوى المحلية اصلا تعتمد على التزايد والتناقص. يعني هو لو طلب اصلا القيم القصوى المحلية هيك هيك. هطلع التزايد والتناقص. فأملش الان. انا عندي هون طبعا من صفر لا لا اتنين باي. من صفر لا اتنين باي. كما تعلمون. هون صفر هيك باي على اتنين هيك باي هيك تلاتة باي على اتنين وهيك اتنين اتنين باي. النقطة النقطة اللي هون واحد وصفر على الجهة التانية سالب واحد وصفر فوق صفر واحد تحت صفر وسالب واحد. الاولى تعبر عن القصين التانية تعبر عن الصين هاي بتعبر عن القصين والاحداث التانية بيعبر عن الصين هذا بيعبر عن القصين وهذا بيعبر عن الصين هذا قصين وهذا بيعبر عن ايش عن الصين يعني سريعا هيك. دعا نبلش من هون هسا بدي اكيد هشتق F فتحة للأكس هتساوي سين أكس هتعطيني كوسين الأكس وكوسين أكس هتعطيني سارب سين سين أكس بنساوي المشتقة بصفر F فتحة إن شاء الله اليساوي شد تحيلها مع كتير F فتحة هسويها بصفر معناته كوسين أكس كوسين أكس ماقص صين أكس بتساوي صفر عندك كوسين وعندك صين على طول كوسين وصين هي لحالها وهي لحالها هي في حد وهي في حد على طول بنقسم على كوسين عشان تكون عارف على كوسين أكس على كوسين أكس كوسين على كوسين واحد ماقص صين على كوسين بتصفي عندي تان اكس بتساوي صفر. انجل الواحد وقسم على السلب. يعني تان تان اكس بتساوي بتساوي واحد. يبقى أنا دايما لما يكون عندي صين وكوصين كوصين وصين. عطول بقسم على كوصين تتحول ليش المسألة بدلالة التان. لما نحكي تان اكس بتساوي واحد. أولا فيه إشارة هون الإشارة يعني موجب. والإشارة بتحدد الربع. التان وين بيكون موجب؟ في الربع الأول. وفي الربع التالت يا أستاذ. الأول والتالت. طيب القيمة تان ايش؟ تان ايش؟ بيساوي واحد. تان الخمسة واربعين. باي على أربعة. يعني الاكس هتساوي باي على أربعة. وهون الاكس هتساوي باي باي على ايش؟ باي على أربعة. في الربع الأول بتركها زي ما هي باي في حالها. وفي الربع التالت طيب. ولما نحكي باي على أربعة في الربع التالت بتروح على الربع التالت اللي هو الربع التالت اللي هو هاد. هاد الربع التالت. وبتعمل لي باي على أربعة من عند محور اكس برضو بتفتح باي أربعة يعني خمسة وأربعين. هيك في الربع التالت. فهاي تعتبر خمسة وأربعين في الربع التالت اللي احنا بنسميها خمسة باي على أربعة. تمام هيك؟ يبقى هاي القيام اللي طلعت عندي باي على أربعة. وخمسة خمسة باي على أربعة. هاي هيها وهاي هيها في الربع ايش؟ في الربع التالت. احنا شو بدنا؟ ها التزايد والتناقص صحيح. طيب يا سيدي تزايد والتناقص. بنروح الآن نحدد إشارة. بدنا نحدد هون إشارة المشتقة. الفتحة. هي اللي بتحدد لنا التزايد والتناقص. طبعا ده أنا عندي صفر من صفر لتنين باي. وطلع عندي باي على أربعة. وطلع خمسة باي باي على أربعة. بدنا نحدد إشارة المشتقة. بس الله أرضى عنك روح لعى المشتقة. وان هي المشتقة؟ هاي ها اف فتحة. اللي هي كوسين اكس ناقص صين اكس. كوسين اكس ناقص صين اكس. هاي المشتقة معتك اللي بدك تحدد إشارة. طيب. بد أحدد الإشارة في الغرفة الأولينية. أنا حكيت لك ممكن تاخد الطرف وتعوضه وتشوف شو بتطلع الإشارة. أعطاك موجة بتخط موجة. بأعطاك سالب بتخط سالب. أعطاك سفر بترد تاخد عدد بيناتهم وتختبره. هختبر السفر. كوسين الصفر. كوسين الصفر واحد. كوسين الصفر صفر واحد يعني هون موجة. هون الإشارة موجة. طيب بين الباي على أربعة وخمسة باي على أربعة. تعال نشوف شو في بيناتهم. هاي. من الباي على أربعة لخمسة باي على أربعة في عندك شغلية كتير بيناتهم. خد باي على اتنين بيناتهم. هاي. باي على أربعة. وخمسة باي على اربعة. خد باي على اتنين بيناتهم. باي على اتنين. طيب. هاخد باي على اتنين. حلوة باي على اتنين. جميلة باي على اتنين. ماشي. وين المشتقق؟ هاي هالمشتقق. قسين الباي ع اتنين صفر. صين الباي ع اتنين واحد. وفيه سالب اذا سالب. اذا الاشارة هون ايش? سالب. طيب. من خمسة بعد اربعة على اتنين باي ممكن تاخد الاتنين باي ما انا حكيت لك. ممكن تمسك الطرف هاد لاختبار الاشارة في المنطقة اللي جنبيه. اتنين باي. احنا هون. قوسين الاتنين باي واحد. والصين صفر يعني الاشارة موجبة. اذا يا حبيب قلبي صار عندك الان هون تزايد طبعا هون F F متزايد تزايد تناقص تزايد فهتكتب تزايد من وين لوين التزايد من صفر لباية أربعة من صفر لباية على أربعة واحنا متفاجين الكتاب حكيين نعملها فترات مفتوحة ولنالو حاضر ومن خمسة باية أربعة على اتنين باي من خمسة باي على أربعة لا اتنين باي هيها وعندي تناقص خلاص انت عارفين الباقي طبعا من باي على أربعة على خمسة باي على أربعة من باي على أربعة لا خمسة باي على أربعة عظمة وصغرة محلية محلية بده بس اه محلية بس المحلية اللي هم اللي جوها دول هاي وهاي الاطراف ما لناش فيهم ما تاخدش الاطراف طيب البيعه اربعة هنطلع صورتها طبعا ما هي الصورة هي العظمى والصغرى اف باي على اربعة اربعة دايما بتتنمرد زي ما انتم عارفين اف باي على اربعة حتى القوس اللي مع الاربعة بتنمرد ماشي شكرا شكركم وبطلع اف احنا حكينا باي على اربعة ومين كمان خمسة باي على اربعة خمسة باي على خمسة باي على اربعة طيب صورة البي على اربعة وصورة الخمسة باي على اربعة من الاقتران الاصلي الاقتران الاصلي شو هو سين اكس زائد كوسين اكس. سين اكس زائد كوسين اكس. اذا الاقتران الاصلي اللي هو اف اكس بيساوي سين اكس زائد كوسين اكس. عاوض يلاسيدي. بدي صورة البي على اربع. باي. ماشي? سين البي اربعة واحد على جذر اتنين. كوسين البعع برضو. واحد على جذر اتنين. المقامات موحدة واحد زائد واحد اتنين. اتنين على جذر اتنين بتطلع بتطلع جذر جذر اتنين. والبعع اربعة عندها قيمة عظمى محلية. قيمة عظمة محلي. طيب. خمسة باع اربعة احنا في الربع التالت. فالربع التالت الصين سالب والقصين سالب. يعني هيطلع هات سالب وهات سالب نفس الاشياء يطلع سالب بس. يعني الجواب بطلع سالب جذر اتنين. لانها سالب واحد عجذر اتنين. سالب واحد عجذر اتنين. سالب اتنين عجذر اتنين. لها سالب جذر اتنين. وبنكتب جنبيها قيمة. هاي هنبين ان هي تحت قيمة صغراء محلية. هاي طلعنا العظمة المحلية والصغرى المحلية. ماشي حبيبنا? تمام? سؤال تقليدي يعني عادي جدا. فترات تزايد التناقص. القيم القصة المحلية. عندك من صفر لاتنين باي. حكينا من صفر لاتنين باي اللي هي لفة واحدة. المشتقة كسين ناقص صين. كسين ناقص صين ساوناها بصفر. لما يكون عندك كسين ناقص صين او صين ناقص صين او كسين زائد صين او سالب صين المهم. صين وكسين قسمها كسين تتحول بتان. تان يساء واحد يعني موجب. التان موجب في الربع الاول وفي الربع التالت. شو التان بيساو واحد? التان بيساو واحد لا. البايع اربعة اللي هي خمسة واربعين. وبايع اربعة. في الربع الاول من خلاز ما هي. في الربع التالي بنمسك المقام ونزيد عليه ونزيد عليه واحد. حطيت هدول وحددت الاشارة اختبرت الصفر اعطاني موجب. اختبرت الاتنين بايع اعطاني موجب. خط قيمة بين البايع اربعة وخمسة بايع اربعة اعطاني سالب. تزايد مباشر جدا جدا جدا. ننجي لهذا السؤال. السؤال هذا طبعا مش معطيني مجال. فانا بحكي له هون يا حبيبي. انا منتبه لموضوع اصفار المقام. اصفار. المقام. اكس. ناقص خمسة سو صفر. هتطلع اكس يسوي ايش? اكس يسوي خمسة. يعني اكس يسوي خمسة هاي لا تنتمي للمجال. يعني المجال. or جميع الاعداد الحقية مع عدل خمسة وحش. شرير الخمسة. فالخمسة لا تنتمي للمجال بما انها لا تنتمي للمجال. معناته لا نسميها اي تسمية ولا تأخذ اي لقب. اشتغل يا حبيبي الان اشتق. ماشي. اف فتحة للأكس. هتسوي. هاي مشتقط قسمة. اذا المقام تربيع. اكس ناقص خمسة. الكل تربيع. بعدين المقام. اكس ناقص خمسة. في مشتقط البسط واحد. ناقص البسط اللي هو اكس. في مشتقط المقام برضو واحد. فصار عندي اكس ناقص خمسة ناقص اكس. بتصفي عندي سالب خمسة. لانه اكس اتروح مع اكس. وصفي سالب خمسة. على اكس. ناقص خمسة. تربيع. على اكس ناقص خمسة ايش? تربيع. لما نحكي اف فتحة بتساوي صفر. معناته البسط هو اللي بيساوي صفر. الفتحة بتساوي صفر. معناته البسط بيساو صفر. البسط سالب خمسة طبعا. سالب خمسة لا يمكن تساو صفر. ولما نحكي F فتحة غير موجودة. عند المقام ساو صفر. لما تسوي المقام ساو صفر اطلع عندك خمسة. خمسة اصلانات تنتمي للمجال فبتقول له هون ما فيش اشي يا حبيبي. طيب. حدد الاشارة عشان نحدد التزاد والتناقص. اشارة المشتقة. بنعمل هيك. ها. هاي احنا بنحدد اشارة المشتقة اللي هي مين الفتحة. احنا عنا من سالب ما لنهاية. طبعا. اصفار المقام اللي هي الخمسة هاي. لما نساوي اكس ناقص خمسة. بتساوي صفر. هيطلع عندك اكس بتساوي خمسة. بتكتب له خمسة. لا تنتمي اصلا للمجال. بس لما تروح على خط الاعداد تحط من سالب ما لنهاية الى ما لنهاية. وبتحط الخمسة هون. بس بتحط ايش نقطة مفتوحة. اسمحوا لي نقطة مفتوحة. سأقول لكم اياه هيك. ها. نقطة مفتوحة يا سيدي. اللي هي زي هيك. بتحط هون ايش? خمسة. بدا نحدد الاشارة الان. خد عدد اصغر من الخمسة. وليكن صفر. وليكن ايش صفر. فوق سالب خمسة. تحت صفر ناقص خمسة تربيع عدد صفر خمسة عشرين سالب خمسة على خمسة عشرين هتطلع سالب. الاشارة هون هتصير سالب. خد عدد اكبر من خمسة وليكن وليكن ستة. آآ ستة نقص سمسة تحت موجب وفوق سالب. ازا الاشارة برضو ايش? الاشارة برضو سالب. فبتحكي له هذا تناقص. تناقص. فالتناقص. هيو. تناقص من سالب ما لا نهاية لخمسة. في الكتاب بيكتبها من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية. عطول بيكتبها هيك. من سالب ما لا نهاية الى الى ما لا نهاية. هاي تناقص. بيكتبوها مرة مرة واحدة. طيب يا استاذ. في عظمى محلية او صغرى محلية. لا توجد قيم قصوى. لا عظمى محلية ولا ايش? ولا صغرى محلية وتناقص. كلها التناقص خلنا اتأكد بس منها. بيكتبوها هيك فعلا في الكتاب. بيكتبها تناقص مرة واحدة. لا والله كتبينها كتبينها على فترتين. خلاص. معناته بكتبلكم اياها انا كمان على فترتين. ها. ماشي? هكتبلكم اياها انا كمان عفترتين. ها. يبقى من سالب ما لا نهاية الى صفر. لخمسة عفوا. انا اسف. من سالب ما لا نهاية لخمسة. ومن خمسة الى ما لا نهاية. وشغلة يعني ليش يعني عفترة? ليش عفترتين? ليش مفتوحة? ليش مغلقة? حسب نسخة الكتاب. حسب نسخة الكتاب او الكتاب المصدر اللي هما بينجلوا منه. يعني المنهاج القديم كانوا يعملوا الفترة عند العدد مغلقة. المنهاج الجديد عملوا مفتوح. حسب نسخة الكتاب اللي بينجلوا منه المنهاج. حسب نسخة الكتاب اللي بينجلوا منه المنهاج. فلزا ما الكتاب بكتب احنا بنكتبها يعني. يعني مش انه ليش ومش ليش يعني مش هون موضوعنا يعني شغلة ليش ومش ليش وو وانه فيها يعني شغلة علمية. لا. مرات بخلوها مفتوحة ومرات بخلوها. حسب نسخة الكتاب اللي بنجيب منه المنهاج. بتكون الفترات مفتوحة ومغلقة. بنكتبها فترة واحدة. او بنكتبها على فترتين حسب نسخة الكتاب. طيب ماشي. معنى مجال. آه في مجال وقت. الحمد لله. هاي ستة كام تسعة. نيجي لعشرة. عشرة. جذر تكعيبي. الجذر التكعيبي لا تنزعج منه في المجال. خلاص. مجاله آر. لان داخله كثير حدود. داخله كثير حدود. المجال خلاص. مفتوح معك آر. مجموعة العداد الحقيقية. طيب نشتق. احنا عشان نشتق يا استاذ. الجذر التكعيبي بنحوله. ما انت عارف. اكس تربيع. ناقص واحد. هنحوله. هيصير قوة تلت. ماشي. اشتق الآن. اف فتحة للأكس. هتساوي. نزل التلت. تلت. القوس زي ما هو. اكس تربيع ناقص واحد. اللي فوق ناقص اللي تحت. اصير سالب اتنين على تلات. فيه مشتقة ما داخل القوس اللي هو اتنين اكس. اشتقاق. ما فيش مشكلة. رتب. حاضر. صار عندي فوق اتنين اكس. تحت. التلات. وهذا هيرجع جذر. تكعيبي. بس اكس تربيع ناقص واحد. صارت تربيع. صارت ايش يا جماعة? صارت تربيع. طيب ساوي المشتقة بصفر. اف فتحة بتساوي صفر. اف فتحة بتساوي صفر لما البسط يساوي صفر. اتنين اكس بتساوي صفر. هتعطينا اكس بتساوي بتساوي صفر. وهي قيمة لأكس. ساوي المقام بصفر. يعني اف فتحة غير موجودة. اف فتحة غير موجودة. هساوي المقام بصفر. المقام عندي اكس تربيع ناقص واحد. طبعا التربيع ما بفرقش معي والجذر والمعامل. اكس تربيع ناقص واحد. هتعطينا اكس بتساوي واحد. واكس بتساوي سالب. سالب واحد. والشغلات هاي المفروض انتو صرتوا فيها. ممتازي. طيب يا استاذ. الان بدنا نحدد الاشارة على خط الاعداد. خلي خط الاعداد على جانب هون. خلي قدامي هون. ها. يصير. هاي خط الاعداد. عندك من سالب ما لنهاية. الى ما لنهاية. وقيم اكس واحد سالب واحد وصفر. يعني هون سالب واحد. وبينهم صفر. وهون ايش وهون واحد. حدد الاشارة. استاذ ما تغلبش حالك. اللي تحت دائما موجب. لانه علي تربيع. اذا الاشارة هتعتمد على اللي فوق. صح. طيب. كيف نحدد الاشارة من اللي فوق. ما هي اكس يا استاذ. اللي اتنين اكس يا استاذ هاي اشارتها. مفروض اتنين اكس سوا صفر هتطلع اكس سوا صفر. فورا الصفر بتكون الاشارة سالبة. وقدام الصفر بتكون الاشارة موجبة. وممكن تتأكده بتعويض اعداد فوق بس. عاوض اقل من الصفر هيعطيك سالب. اكبر من الصفر هيعطيك ايش? موجب. فعندك سالب سالب. وموجب موجب. ازا هون هيعتبر تناقص تناقص. هعمل هيك. طيب. هعمل هيك. زي ما بده. وهعمل تزايد. وكمان تزايد. او سحبة واحدة وسحبة واحدة. خلاص. ما فيش مشكلة. سحبة واحدة وسحبة واحدة. خلنا نشوف الكتاب كيف عامل. بس هتأكد. عاملها سحبة واحدة وسحبة واحدة. ماشي سيدي. بيصير. هيك او هيك بيصير. لو عملت هيك مش غلط. ماشي. لو عملت هيك مش غلط يجمع. صح. بس هعمل سحبة واحدة. وسحبة واحدة. يلا. فتناقص. تناقص. من سالب ما لنهاية لصفر. من سالب ما لنهاية لصفر. وعندك تزايد. من سفر لما لنهاية. طيب. وهون طبعاً ال F صفر. F صفر واضح ان هي صغرى محلية. من هنا اجيب ال F صفر من هن طبعاً. اللي هي صفر سالب واحد جذر التكاويلة سالب واحد تطلع سالب واحد. F صفر بتطلع سالب واحد. بكتب عندها قيمة صغرى محلية. ماشي. مستاذ لو عملت هدول عفترتين. يعني تناقص وتناقص. عملت تزايد وتزايد صح. مية بالمية. ما فيش اي غلط فيه. ما فيش اي غلط فيه. عملت لكم ايه شبه الكتاب يعني. مجرد شبه. شبه. مش يعني في اشي صحة وفي اشي غلط. لا. بس شبه. شبه الكتاب. تمام? صليتوا على النبي يا جماعة. اللهم الصلاة على سنة محمد. انا جاعد بحل لانه الامور سهلة فبسحب يعني. جاعد بسحب. الوجد? لا في معي واجد كمان. ها. يلا. اللي بعديه. السؤال اللي بعديه. لن. اقطع شر اللنات. اجانا اللن. طيب. اللن لازم نحدد المجال. لازم يكون اللي داخل اللن موجب. فبنحدد اشارة ما داخل اللن. لما يكون عندك لن. لازم يكون ما داخل اللن موجب. فبنحدد اشارة ما داخل اللن. وناخد المنطقة اللي بتطلع اشارتها موجبة. فهاخد اللي داخل اللين. اكس تربيع. ناقص تلاتة اكس زائد اربعة اسويها بصفر. طب هاي عبارة تربيعية. افتحقوه سين. اكس اكس. سالب سالب موجب سالب. بدنا عددين حاصل ضربهم اربعة ومجموعهم تلات. ما فيش. طب شوف المميز. المميز. بي تربيع ناقص اربعة اي سي. ماشي. البي معامل اكس سالب تلاتة تربيع بصفر تسعة. سالب اربعة في اي سي. يعني اربعة في واحد باربعة. اربعة بواحد اربعة. باربعة ستاش. تسعة ناقص ستاش سالب سبعة. ازن هذا لا يحلل. لا يحلل. واشارته نفس اشارة اكس تربيع. اشارة اكس تربيع موجب. لا يحلل. يعني دائما الاشارة موجبة. ازن مجالك هون يا حبيبي. مجالك هون ار. خلاص. هذا لا يحلل واشارته موجبة. هذا معنا كلمة لا يحلل. والاشارة موجبة. ازن المجال ار. ازن المجال ايش ار. يبقى لما خدت العبارة تربعية هاي على جانب سويتها بصفر. جيت احلل. مش عارف احلل. خدت المميز. طلع المميز سالب. ازن هذا لا يحلل. واشارة اكس تربيع موجبة. ازن المجال ار. اشتغل. وما تشغلش بالك. امورك سالكة. على جميع المستويات. طيب. نشتق معناته. اف فتحة. للأكس. هتساوي. مشتقد ما داخل اللين. اللي هو يصير اتنين اكس ناقص ثلاثة. عليه نفسه. على اكس تربيع ناقص ثلاثة اكس زائد اربعة. ساوي المشتقة بصفر. اف فتحة يساوي صفر. احنا لما نساوي المشتقة بصفر. يعني البست. ساوي البست بصفر. هيطلع عندك اكس بتساوي تلاتة تلاتة على اتنين. طب اكس طلعت ثلاثة على اتنين اساويело المقام بصفر؟ لا مفيش داعي تساوي المقام بصفر. ليش? ليش? ما انا لسه ماخد المقام. قلتلك لا يحلل. لمقام لا يحلل. ما احنا لسوا مسويينه يا جماعة. لا يحلل وموجب. خلاص. مفيش داعي تساوي بصفر. ازن على طول. هتيجي هون. هتحكي من سالب مالة نهاية إلى مالة نهاية وعندك اكس ثلاثة على اتنين وهون نفس اشارة اكس موجب عكس اشارة اكس سالب وهي اشارة الفتح اشارة الفتح وهون الاف هون هيصير تناقص وهون هيصير ايش تزايد معناته تناقص من سالب مالة نهاية إلى ثلاثة على اتنين من سالب مالة نهاية إلى ثلاثة على اتنين وتزايد من ثلاثة على اتنين إلى مالة نهاية وف ثلاثة على اتنين طبعا هنأتطلع قيمة صغرى محلية قيمة صغرى محلية طب طلع اللي هي F3 على 2 3 على 2 تربيع اللي هي 9 على 4 ناقص 3 3 على 2 9 على 2 زائد 4 وحد المقامات اضرب هاي في 2 واضرب هاي في 4 4 في 4 16 16 وتسعة 25 25 ناقص 9 ب 2 18 7 على 4 7 7 على 4 7 على 4 طبعا معها لن تنساش حاضر ما نسيتش يبقى F3 على 2 لن 7 على 4 ايه قيمة صغرى ايش قيمة صغرى محلية قيمة صغرى محلية في معنى 3 دقايق او دقيقتين في ضل اسئلة والله خلصوا دول في الاي هاي اتناش اخر واحد في المجموعة هاي اللي هو الاي هات الاي هات هاي تحل معنا في دقيقتين يا جماعة يتحل معنا في دقيقتين هات تعنجر يلا على السريع F فتحة للأكس مشتقط ما فوق الاي سالب اتنين اكس في نفسه في اي والسالب اكس تربيع تساوي المشتقة بصفر F فتحة مش وقتك هس تقعد تنعوج F فتحة بيساوي صفر هدول بينتهم ضرب اما سالب اتنين اكس تساوي صفر منها اكس هتساوي صفر الاي طبعا ما بتساويش صفر ما انتوا عارفين الاي لا يمكن انها تساوي صفر يبقى اكس تساوي ايش اكس بتساوي صفر طيب خط الاعداد حدد الاشارة عندك هون من سالب ما لا نهاية الى ما لا نهاية تحديد الاشارة انا عندي اكس هون بتساوي صفر الإي دائما موجب الإي دائما موجب عشان تكونوا عارفين يعني طب إذن ليش هتعتمد على سالب اتنين إكس طيب خد عدد أكبر من صفر وليكن اتنين سالب اتنين باتنين هتطلع سالب خد عدد أصغر من صفر هتطلع موجب معناته هون الـF فتحة موجب معناته الـF تزايد تلويش حالك هسا الـF تزايد وهون إيش وهون تناقص فتزايد الوجد تبانية وعشرين تسعة وعشرين تزايد من سالب ما لا نهاية لصفر تناقص من صفر لما لا نهاية بعدين إكس بيساوي صفر F صفر F يلا قبل ما الوجد توجف F صفر يساوي E والصفر هتطلع واحد إيش غضماء محلية قيمة غضماء محلية خلصنا على الوجد تمام خلصنا على الوجد وننجل لفيديو تاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة